سيدة القدسي ما الذي يختلف هذه المرة عن المرات السابقة إذا ما صدقت الرواية الكورية الشمالية بأنها قد صنعت قنبلة هيدروجينية ما مدى خطورة ما وصلت إليه بيونج يانج إن كانت قد وصلت إلى ذلك فعلا هو بالفعل هذه التجربة وإذا صدقت إدعاءات كوريا الشمالية أنها أبرمت بالفعل تجربة باستخدام قنبلة هيدروجينية فهي تطلق تحذيرا كبيرا للإدارة الأمريكية الوضع الآن في أمريكا يشهد تصارع في الاتصالات ما بين الإدارة الأمريكية وبين دول مثل الصين وكوريا الجنوبية واليابان يجري بعد ساعة من الآن اجتماع بين الرئيس ترامب وبين فريق الأمن القومي ويشارك فيه كبار المستشارين العسكريين منهم وزير الدفاع الأمريكي وأيضا ماكماستر مستشار الأمن القومي المتوقع وما أعلنه بالفعل وزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشن أنه سيتم إصدار قائمة من العقوبات الاقتصادية ضد الدول التي تتعامل اقتصاديا مع كوريا الشمالية وهنا يقصد بصفة خاصة دول مثل الصين هناك أيضا تعاملات تجارية ما بين الفلبين ما بين ماليزيا ما بين بعض الدول الأسيوية مع كوريا الشمالية لكن الصين بالذات قطع العلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة وأي دولة تتعامل مع كوريا الشمالية سيكون لها تأثير كبير على العلاقات الصينية الأمريكية هناك ما يقدر بنحو 650 مليار دولار من العلاقات الصينية التجارية ما بين الصين والولايات المتحدة هناك التوجه الأمريكي الآن هو مزيد من العقوبات الاقتصادية ربما على أمل أن تأتي هذه العقوبات بنوع من تجديد الخناق على كوريا الشمالية من قطع كل الإمدادات المالية لهذه الدولة المارقة من محاولة قطع هذه الإمدادات وتوحيد المجتمع الدولي ضد هذه الدولة إلى الآن ما ستصفر عنه هذه العقوبات الاقتصادية من نتائج غير معلوم أيضا ما يقوله الرئيس ترامب أن كل الخيارات على المائدة أيضا يصير التساؤل ترجمة نانسي قنقر